اشتركوا في القناة نفسي حتى هي كتلعب دور اليوم مني كانت تكلموا على عضلة القلب نتكلموا على دور ديال عضلة القلب علش نتكلموا إلا كان فيها ضعف أولى مشكيل أشنو كيقدر يوقع والأعراض ديال ضعف عضلة ديال القلب وأكيد غنشوفوا حتى وشكينا فئة عمرية اللي كتكون خاصة هم اللي كيتصابب هذا الأمر أولى لكلك السواسية بدأوا دور زيانا بالنسبة للقلب هو واحد المدخل مدخل لي كتتاخد الدم من سائر الجسم لي كيكون مثلا ما فيهش الأكسجين في تاني أكسيد الكاربون في الفاضلات كتاخدو كتعطي الجهة الليمنية ديال القلب لي كتوزعوا للصدر أو للرئتين باش كي تزود بالوكسجين عاو تاني كيرجع بالعروقة ديالصدر كيرجع الجهة اليسرية جهة اليسرية هيلي كتدخ الدم باش كتدخول لسائر الجسم بما فيه الدماغ بما فيه الشرين ديال القلب بما فيه المعيدار الساقين كالسائر الجسم باش عاو تاني كتكون هدية دورة دموية المشكل ديال عضلات القلب إلا وقع فيها خلل كيقع خلل في هاد جوج ديالوظائف أنه ما كيبقاش يجمع الدم مزيين كيتراكموا السوائل وما كيبقاش يدخم مزيين كيولي الزرقيا كيولي الواحد الزخفان كتولي بزاف ديال الأعراض نعم هذا الدور ديال العضلات ديال القلب هذا العضلات اللي فيه هم اللي كيساعدوا على الضخ هم اللي كيساعدوا ديال تقلصات اللي تيكونوا والا قلب هو عضلة هدا هو الميكانيزم ديال العضلة كتتقلص وكتتمدد مي كتتقلص كتدفع ومي كتتمدد كتتعمر بالأب الدم مزيين وكل مع مراتب الدم مزيين غا تدخل الدم مزيين عنا نسبة المئوية لموين ديال الدخ ديال الدم وخمسة يتروف الدقيقة كتقدر تطلع على حسب المجهود وكتقدر تهبط إلا كان ضعف عضلة القلب مي كتهبط بزاف نقص من خمسة ليتر كيكون هدك لو قيتها ضعف في التوزيع ديال الأكسيجان وكيقدر يبانوا أعراض كتير نعم ذكرتي من ربما أولى الأعراض هي ذاك الزرقية نسية تكون على الناس أو الناس كيحسب راسهم فاب يعني صخفانين ما كانش الجهد هادو الحاجة اللولي اللي كيبانوا ولكن هادو حاجة اللي كيلي يوم بزاف ديال الأمراض الإنسان يقدر أنه يشوف شحوبة أو ليشوف راسوعيا أو لا صخفان يقدر يقول لك اللي درس مجهود بزاف يقدر يقول بدي يدي الله قريب حتى هيك تعيبة ديال المرات يقدر يقول بزاف ديال الأمراض فاشنو هما الأعراض الأخرى اللي من خلالها الإنسان إلى شفافي يقول فعلا لا ركينا شي حاجة على مستوى القلب يمشيش خاص هو الأعراض دائما كتخلط علينا صح ولكن دائما كنقوله على حسب المريض اللي قدامنا واخر كيكونوا العواميل اللي كتأدي الأمراض للقلب والشارعين نعم اللي بميأفيهم السكري تانشون كوليستيرول سمنة قلة الحراكة تدخين الكوحول ذو كلا عوامل كتأثر على القلب ذو كتعطي مرات ديالقلب أو ضعف عضلة ديالقلب ذو بحل هاد الناس اللي هم خصوما ردوا البال بزاف أنه لو قاعد لعندوشي أعراض يتوجيه عن الطبيب العراض دائما النهجة هي أول حاجة صح كيكل واحد كيتمش كيبقاش يمشي من هذه الطريق كيبقى هذاك شي غادي وكي تزاد تكي ولي أنا وكيدر أبسط الحراكات كيولي كينهج تل واحد كيولي ما كيبقاش يقدر قاية تنفس كيولي كيدير المخاد تحت ضرور بش يقدر يتنفس كيكول كيون الحل الشراجم كنولي كان ضقف تنفس هادو اعراض لي خطيرة جدا لكيوصل واحد لحد بحلال كيكون كيغرق هادو داي سمبتوم اللي خصو داروري الواحد يشوفه يتوجيه عن الطبيب منسبة الناس اللي ما عندهم مشاكل ما عندهم شي فاكتور دايسك وكيحس بالنهجة مثلا كيقدر يدير امبيلوم كيلقى فقر الدم كيلقى نقص فيتامين داي نقص فيتغذية كيلقى تقدر تعتب حالات شيء او مثلا خمول ما كيش الحراكة كتسمان لديزادابتاشون كاردياك انك مولف انك غير كيتمشا ما مولفش كتدير واحد المجهود كبير دونك القلب ديك سوا مولف على هذيك لفريقانس طلعت لي لفريقانس كاردياك ديالو كتورو من ديزادابتاشون مابين لكورو اللي بوما حالك ترونه ما كيبقاش شقد دوك توليك تنهج ما كتقدرش تساير ذاك الموفان كشاش كنقول واحد يبدأ يدير الاكتيفيته بشوية 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 هاكا نصعف نرملا نصعف اليوم على قدر المستطاع إلا قدرنا كل نهار مزيان مقدرناش على الأقل ثلاثة المرات في الأسبوع نحن نتكلموا على هذي الأمور نهجة وكانت تكلموا كين أعراض أخرى أكيد غنبغونا نقولوا هذي الأعراض كله علشانا تكلمت علينا في كثير ممرات خاصة عندما في البرد أو في الشتام الناس كيكون عندها بزاف الأعراض وبزاف دي الأمور كتخطرت عنا في بزاف دي الأمراض فهذا الشي اللي كيخلي أيصلن في كثير ممرات أن تتشخيص كي تعطل هنا تكلمتي على هذي الأعراض اللي قدرون نقولوا أنها بينوك تكون بزاف عند الناس الكبار دين هشان كنشوفها بزاف عند الناس الكبار يعطيني الأعراض الخرى اللي تقدر أنها تكون عند ناس لي شباب كيف قلتين ناس لي ربما ما كيعملوش يعني يوم على يوم يعني مرافش حال أو للناس لي كيدرون الجهد دي المتلصف عد كي بغيبو بشي قدو لعفهم ديال أو لشي حاجة عاد كيبدو لشان تكلموا على هذي الأعراض هذي اللي تقدر ولكن شي عارض غريب نقدر نقولوا ما نربطوش بالقلب وورا فعلا نراكين شي مشكلة للقلب ينشي أعراض ديت لي فعلا لي لا سمعت منك نقدر نقول لشنو علاقت بالقلب مهم شو تضل؟ دونك الأعراض اللي هوما بينين ديال القلب اللي هوما طرف دقات ديال القلب كيبدأ القلب كيتسارع أو مثلا دقات كيبدأت تخربق أو شو واحد كيغيب كيدير غيبوبة كيحسب قلبوب حلا موقاش كيدر بتاكيغيب كين دوخة دوخة اللي تقدر تقول ما عنداش علاقة بالقلب ما عنده علاقة بالقلب لأنك تقدر تطح لاتنسون بزاف واحد كيجي دوخة كيجي سخفة كيقول غير سخفان ماشي فيه الناجة ما سخفان نعم سخفان تهي عنده علاقة بالقلب دونك كين اللي هوما طيب بيك ديال القلب هو واحد بس سوائل أنا الواحد كيبدأي تزاد في الوزن كالقرسو كيتنفخ 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 الأول الأعراض اللي كنقول لناس يحدو منها كيجي مثلا غير يحزم صباط دياله ما كيقدرش كيبدي يناج نعم ما كيقدرش يبقى يزاول هدك شي اللي كان مولف كيزاول الشي مرة ما كيقدرش بقى تمشي للسوق ما كيقدرش توقف في الكوزينة الأشي البسيط اللي كانت تزاد في الوزن كيجي كعبر راسه تبالي ملادي كيكون مولفين بالأدويات ديال احتباس سوائل هذا كنقوله محدة والوزن كتي راسك بديتي كتزاد في الوزن الخاتر موقاش كيدخل رجلي كتنفخ عرف راسك بأنك أرى كليتي الملحة أرى كين عندك احتباس ديال سوائل حذي راسك خد دوا فهمتي الساشر الطبيب يعني والانتفاخ سبحان الله ديال احتباس ديال ما تيكون بين يعني الناس كتر كتر دلو البال يعني كنفخية أنا كتحس برأسك أنا كتمشيتي تنفختي وأنا كمي كترتاح واحد شوية كتبدا تفش كتحس برأسك بحلي بديتي كتفش موجود عو ثاني ما كتبدا تنقص الملحق كتبدا تشوف راسك كتفش كتحب ضحافيتي وراغ المال يخرج ضغوك يعني هذا المسألة هذي بالزبط الناس اليوم من خلالكم صراحة كان مختصين ولينا تنفهموا هاد المسألة هذي ديال عندنا لحسي بس ديال ماشي حاجة لي مزوينة شفت تخاص الانسان يتخلص مدنا بالرياضة بنظام غدائي ممتاز تكلمنا على لبني كانت تكون لخبطة أو لمشكلة على مستوى ديال عضلة ديال القلب الميكانيزم ديال ديال القلب كيتغير يعني أنا ما كيبقاش يعني الدم كيمشي لسائل الأعضاء تيولي بزفت الحاجات حل ميسا نقوله الدم ما كيوصلش لأعضاء واش كتقدر توصل على الانسان فعلا إلا كانت هذي ضعف ديال عضلات ديال القلب واش كيقدر أن الإنسان تأدي الوفاة ديالو يعني أنا واش كين فعلا الريسك ديال أن الإنسان يقدر يوصل الوفاة تبعت الحال حيث ميكتو كون دعف عضلات القلب كين فيها تايا درجات نعم كانت دعف العضلات القلب كيكون خطير جدا لي هو إحنا كنحسبوه للا فنكشن ديال لوكر بان بورسنتاج كتكون فوت ستين في المياه فوت خمسين في المياه لاتو إلا كانت قليل من خمسين في المياه كنت غير كارنة بورسان را كتكون مازال خاككرا بقي كيوزع ما بالك بالناس اللي كيكونوا قل من عشرين في المياه هذو كيكونوا قل من عشرين في المياه هذو كيكونوا قل من عشرين في المياه لديهم كيدور غير بشوية دونك كيقدر يوقعوا مشاكل كثيرة أن الواحد تنصان كيز بداتها بطلية كيبدأ يغيب كاللي ما كيتوزعش لي الوكسيجين مزيان في العرق ديال الجسم كيؤدي بطبيعة الحل الوفاة لأنه صاف موقاش كيؤدي الدور دياله كاللي أبين القلب دياله كيتحرك دونك هذو كيكونوا في حالة خطيرة وكياللي كيقدروا يخصوا لتخنسبرانتاسون كيغ ديال أنه القلب ديالو يتبدل وجيبوه قلب آخر اللي بريدت نشير ليه هو أنه كين أسباب ديال هاد ضعف ديال العدل هاد القلب أكيد مهم مين نترقو ليهم كيشي عند ناس اللي عندهم عوامل خطورة نحن دائما كيشوفو الناس اللي عندهم عوامل خطورة هات شما الناس اللي خصنا نردهم عنه ببال بزب خصوصا مرضى السكري نعم للمرضى السكري المشكلة عنده معنا دك سكر كي يجمد العرق ليه هو كنحسو بيهم صادق كو اخي يدير كخيز كر جاك ما يحش بيعم إمتا سيحسبها؟ تا كدوز واحد يومين وثلاثة يام كي بدأ ينهج كي بدأ ينهج كي يجي عن الطباب كي يقول لنا كتمتبع سكر ديالي ومرة مرة كمشي عن الطباب ما ديرش يجيب مرة مرة سكر ما عرفو شوش طال عول الله روليس كنهج ميكان جيوحنا نفحصو كالقابلنا القلب صاف يضعف دونك دار ليس كيمي سيلانسيوز أصلا محش براسو إمتا دار لنفاكتوس ولا دار لجلطة ديال القلب دونك بحال هاد الناس لي أول سبب هو انسداد الشرايين هدا هو أول سبب اللي كيتعرضو للناس هو السبب الرئيسي اللي كيقدر يدير قصور في عدلات القلب كين مثلا مشكل ديال الصمامات الصمامات كيني النوع ديال الصمامات اللي هما لو لو مرخيين بزاف وكرجعوا الدم بزاف كينفخوا القلب وكيدروا فشل عدلات ديال القلب هاد فشل ديال الصمامات مشي بالضرورة كيكون عنده علاقة بالسكري ولا التنسون كيقدر يكون عنده علاقة غير بال الميكروب كيمشي لصمامات كيبقا مرضو بسينين على سينين تكيكتشفون طباب ديال القلب واحد النهار اللي الواحد بدكين هش فيه حيث يقدرو يكونوا عايشين واحد المودة ما حسيش بيوم تواحد النار كيحسو بيوم كيقدر يكون مشكل ديالتهاب في عدلة ديال القلب وقبل اتطرقتي لانا والواحد يتروا حول هذا كين فيروسات اللي كيقدرو يديرو لهم يوكا غديد ليلتهاب في عدلة ديال القلب بما فيهم الكوفيد في الوقات ديال كوفيد كانوا بزاف ديالناس اللي فشلو لهم العدلة ديال القلب نصر كوفيد بزاف على الرياء على يقص القلب قصة القلب جزيما كيلي كتكون عندو شوية ديال لشانس وكترجع لي العدلة كما كانت في اللول وكيلي كتبقى عندو قصور في عدلة ديال القلب وكي نقع ليجون ليهو ما داروين تخونس بلن تاسون كارجيك هدي في الدول المتقدمة احنا بقي ما اناش لتخونس بلن تاسون ما كانوا صافي فشلات العدلة القلب ما بقاش كتخدم قاع دوك خصومي بتلو القلب نعم نعم كارديد كتكون سيفير كشان لسجاجين كتقدر تكون سيفير زيما فاطال اي كان عوامل بحل مثلا الكيلي لا لا سيزان سغينة كتير مشكل في القصور كلوي كتير مشكل في عدلة القلب مشكل ديال جيال قواتر مشاكل اخرى اللي هي عنده علاقة بالجسم اي اي مشكل في في الحال لازالك دخوليت ولا شي حاجة في الداخل الجسم تقدر تؤثر على القلب ديانا تكلمتي على على الشباب وأكيد تكلمنا في البداية على الناس الكبار واش من سنتكلموا على الضعف ديال العضلة ديال القلب واش هي كتقدر أنها تصيب كتر الناس الكبار أو لا كتقدر تجيل أي فئة عمرية كتجيل أي فئة عمرية يعني يحتلوا الإسان تنعرف كانت أمرا اللي كيكونوا خاصين بالوليدات بحال تشوهات الخلقية لمساود القلب كيكونوا عند الأطفال واشتهم يقدر أن من الضيباغ يعني أنا تقدر يكون عنده العضلة ديال القلب مريضة طبيعة لحال كتقدر تكون كتزادوا نقصين في وحد المادة اللي هي مكوينة لعدلات ديال القلب كتقدرت وحد الأسيد أمينة كيكون ناقص تعددعف عضلة بالقلب ذنك بباكيكي يكون يالله تزاد كيكون قلب جيل من فوق وكيكون عيان عندما نزودوا من ذاك المادة كيقدر رجع للقلب يخدم عادي وكالي كيكون عندهم صمامات تشوف صمامات كي send of the... كي كل عندهم تقيبات في القلب اللي هما مؤثرين على القلب نافخينه بزافتها وكي عطي قصور في عدلة القلب ذوك القلب ما كيستثناش للفئة العمرية اللي كتكون صغيرة أو كبيرة على الضعف عدلة دي القلب شفنا الأعراض ديالها كتير وشفنا كديرك حتى الأسباب ديالها أفواً مني سنتكلموا على الفئة العمرية قلنا أنها ما كتستثنيش كيلي كي يجي وش فيها الوراثة مني كنتكلموا على الوليدات الصغر من غير التشوهات الخلقية الوراثة كتكون في العوامل ديالي كتأدي الأمراض القلب نعم مثل السكري التنسيون مدعف العدلة القلب وبحالة قلتي إن كونسيكنس والكترتب على شي حاجة ترتب ما التنسيون كتقدر تكون في العائلة السكري سمنا الكوليستيرول كيقدر يكون في العائلة نعم حالا مني تكلمتي على عوامي الخطر وتكلمتي أرقزتي اهتمامك بزاف على الناس اللي عندهم مرض سكري كنعرفو أن هاد الناس بعد يعني خمس سنين خاص في علاني ردوا البال مضاعفات سواء على الناس اللي كتبني تكلمتي على الإحساس أنت في جلطة ديال القلب ما كيحسوش بها كيف مني تكون قدر لها القدية ديال قدم السكري يعني كيف يفقدو تالإحساس يعني في الأطراف ديالهم بزاف ديال الأمور هاتشي ليش دائما نصيحة من خلال برنامج شهد الأسرة من خلال كل ضيوف لكي من رومانا دائما نصيحة الكبرى لهاد الناس أن الإنسان يرد البال يكون عندو نماط غدائي يعني كيحترموا مع الطبيب دياله مع الأخي الصائف دياله انطبطوا السكار ديالنا للعصابية للفرحة بزاف لبزاف ديال الحاجات لإنسان في الاتدال ماشي كل هادي وضوح من هادي واللي ما قتلت تسمنوا هاد الأمور كلها اللاخوي والأختي الإنسان ينظم ويقد الماكلة دياله خاصة اليوم نيك نشوفه أنا مراد السكري من الأمراض لي غدوك تزاد يعني وخل مجهودات وخل بزاف ديال الحاجات ولكن غدوك تزاد حتى الهرم ديالات تقلب تالوليدات والتي تصابوا بسكري لنوع اللول ماشي بحل الثاني إلا سيلا بقى عقلا دونك أرضوا البل هاد مسألة هادي نقادوا النمط الغذائي ديال بزاف ديال الأمور ما تنتكلموا على على ضعف عضلة ديال القلب وتنتكلموا على أنه واحد ميكانيزم ديال الدات تيتغير ما تكلمتي لي أنك يوصل الإنسان حتى الدرجة ديال تغيير ديال القلب نحن في المغرب في كي من هاد شي وش عدنا هاد هاد الإمكانية ديال أن الإنسان فعلا كاين أنه لا قدر الله وصل هاد مسألة ديال أنه فعلا صفي العضلة ديال القلب لا نتكلموا بصراحة نوك العضلة ديال القلب صفي ما بقيتش خدامة وش كي لإمكانيه ديال أنه يغيرها الإنسان بسهولة أو لأنه خاصة يتسنى لا بالنسبة لتغير صعب أصلا في الدول المتقدمة وصعب حيث تكون أوليس ديالة خانسبلانتاشون وخاص شكون وخاص الدونر صح فامتي ماشي سهل باش تلقى القلب برا Brothers ما كانهجل وهوسائل أخرى اليكوسط قدر في بلاست عامل ديال القلب نعم لهم حل ديالتة Alumatoryória من قدر في ضرور القلب وهي واحد الاجهزة اليهو ما كي داروا في الغل باش يعاونوا القلب باش يخدم هادو هاتو كلين وكانت واحدة العملياني كانت فا أكضر بلانكا كانو داروا كي ديالمتنة دياله وهوكي يخدم في ضرور القلب السيدّ اللي كان عنددو ضعف العضلة ديال القلب غير هما خصان عرفوا بلد الاماليات را ماشي سهلة وعند ناس اللي ماشي صحة ديالهم زعما مزيانة كتكون دجا معنية العامل باش تنجح لنا مئة في المئة ما كتكونش دائما زعما كيكون بورسنتاج ديال انها ما تقدرش تنجح الامالية نعم حنا نخليو هذا الموضوع هذا بما انه بدعا كين واحد الامل كين واحد الامل كان واحد العملية اللي بتقدر ان الانسان ما تتخليشين ينتظر متبرع ينتظر قلب ينتظر هاد الامور كلها ولكن اجي ان انتكلموا ايضا على الطرق ديالكم ديالicion اليوم ما ش فيها الناس كتجي تشخص بكري كتجي فعلا تقولك الراك الحس بالقلب ديالي مع انه يربطوها بانية نشي حاجة على القلب, وش الناس في العديد الثجري باعة تكتثم HELYA طاية ت choking في القلب. وهذا بالنسبة للتحسيس. نحن نحاول دائما نحس المجتمع لدينا مشاكل. خاصة نحضروا بالتنسيون. نحضروا مسكر. را كيدر مضاعفات. را خصك تقلب. كان الناس اللي سنسيبليزة كي يجي ويقولك انا جيت غير باش نفحص. يعني شوش كان شي مشكل عندي. وكان شي ناس اللي كيهملوا راسهم ما كي يجيوش قاع. تاك يكونوا مضاعفات. نعم. نحنا دائما من خلال برامج ديالكم وبرامج اخرى. را دوت دور ديالكم انا تعطو ثوية للناس باش يمشوا في الوقت المناسب من تنوش تاضع في وقتها اللي ما بقوش القولة حل. ما يزال خاص. حملات تحسيسي لنا. بس كما زال بقية مائيات المرت ديال يجيزة كاردياك. انا مامعروفش عن الناس كاملين. ما معروفش وما ما مكيف هموش كيفاش بإنا أنا ركنت بخير كاناخدوا دياليمتبه واحد نهار غاديولي قصور عدلا ديالقال ما كيستوعبهاش كيشي الناس اللي فيهم سكر كيكونك انت باخر شوي اوتاني وليتكي النهج ما كيفهمش علاش دونك فوالا سيمزين بحلقة كنديرو حملات تحسيسية طبعا تلح الناس اللي عندهم عوامل ديال مشاكل ديال الصحة ضروري خصوم يتوجع عن طباب ديالهم يتبعو التنسون تنسون خصا تكون مقادة سكر خصو يكون مقاد الوزن خصوه يخافض النمط للحياة الماكلة ديالهم خصو امتقاد مثلا احنا كنقولون من الملحة را الناس كي ياكلوا الملحة بطريقة كتيرة بالسعب لدرجة ان هذه الملحة راكت جمع فدات ديالهم وكتبان صوب التنسون صوب الكلاوي صوب مشاكل ديال الصحة احنا كنقولون الكيمية ديال الملحة اللي مسموحة عند انسان العادي هي عشرة قرام ديال الملحة ما يعادي المعلقة كبيرة ديال الملح في النهار كامل يوميا 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 معلقة كبيرة بالنسبة الناس اللي عندهم تنسون اللي عندهم قصور في عدلات القلب خمسة جرام ديال الملح ما يعادي المعلقة صغيرة كي وزها في الواجبات دياله في اليوم كامل طبيعة الحال مخصوش يدير ديال الملح ديال الطعام يكون حدا خصو البدائيل دياله كي الحامض كي الخل كي التوابيل كي الاعشاب كي نقولون ما تحرم شراسك خصك تاكل بطريقة صحية وتاكل ماشي ما تحرم ما تاكلش كل ما كي ياكلش كا كي قمشي تخديت فرماجة مقدة ولا رخداشي حاجة اللي غير مره دونك خصوية كل مكلة صحية اللي هي غادي تخليلي سكر دياله نقاد غا تخلي الوزن دياله نقاد وفي نفس الوقت غادي ايش بها مماشي كنقول لهم اللا دير غير المسلوق وفي نفس الوقت غادي كل بحالك بحال الناس غير نقص الملح هدي دية الملح بزاف الناس ربما كي يخدوه بحالة بحال السكر المضاف تيحيدوها بمرة مرة وهي الله خاصة تبقى خاصة تبقى معلقة كبيرة الناس اللي عاديين يعني اللي ما عندهم تشي امراض على طول النهار والعلاقة صغيرة بالنسبة الناس اللي عندهم امراض مزمينة بحال كيف كلتين كوليستيرول تنسيون سكر ايضا احنا مي تكلمنا على هاد الامراض صريتي اليهم بزاف وقلتين ان ما كيعرفوش راسهم ان هم فعلهم وصلوا الجلاطات وصلوا لهذا اشنو الاشترا ليلو متخدرين تعطي لهد الناس بشانو فعلان ما يوصلوا لهد شي اشنو الحاجة اللي نقدرون قولوا انا من خلالك اليوم ما الدكتور سارة انا الناس اللي امراض بسكر او الناس اللي عندهم تنسيون او الكلستيرول يا بكري ما يجيش ويقول لك اللي رمكتش ما كتش حاس ما وصلش لدك التصلب أولادك الجمودية ديال شرايين كيف قلتي جوستو مخصوير دل بالكشي شيف ليزي فوق ديما المرضى كنقل لهم في المجهود كنتي كتطلع في الدروج كتحس براس كوليتي كتنهج بزاف ويتكي تزير عليك القلب كتبدا تحس بشي حاجة هنا بحل سخونية بحل شي حاجة كتقجك كتحس بحل بحل شي حاجة كتحقرك أو القلب ديال كيتتعصر وميكا تقلس ترتاح ما كيبقى عندك هالو هادي أول مؤشر هما المجهود ميكي كل مجهود كيوقع المشكل وكترتاح كيولي مزيان عرف بنا قدر يكون المشكل ديال عرقات القلب ويداك شي كيبقى غاديو كي تزاد كيولي المجهودات اللي قليلة شوي كيولي أغوبو كيولي مع الفجر أو مع الصباح بكري كيبدا يحس بالحرق وأغلب الأحيان الجلاطات القلبية كيوقع في هذا الوقت ما بين الفجر والصباحة ميكانيزم ديال الدات كيكون مسائل كيميائية اللي كتكون في الدات كتخلي بهذاك الوقت اللي كيكون في نقص في الوكسيجين ونقص في تعوذية ديال الدم كيخلي جلاطات القلبية كتكون جسم فراحة شوي كيكون فراحة كيكون غادي يستيقظ موقع تديل كبال من الفياق يعني هادي كتكون عند الناس كنلاحظو عن الناس الكبار كنلاحظوها بشكل كبير من تكلمتي على الفئات الشابة كنعرفو الفئات الشابة هي الفئة النشيطة أو الفئة العاملة أو الفئة اللي كتخدم ولي كتتحرك كتقراء هذا فهد الناس هدو كيباش ممكن يقولوا انهم تومي يقدر يكون عندهم ضعف ديال العضلة ديال القلب واش إلا داروشي مجهود لي هو كتر أو لحت اذاك المجهود ديالهم العادي إلا كان نمطهم الغذائي أو كان السمنة اللي كتقدر تسهم يعني عوام الخرى اللي كتسهم ماشي غير المجهود؟ لا المجهود ما غديش يدي اللي ضعف عضلة ديال القلب هل تنتكلم على الناس اللي ما يديروش داجة؟ أهل اللي ما يديروش وعندهم مشاكل في الصحة بالنسبة لسجاجان والاسبورتيف الاسبورتيف بالضبط كتكون عندهم واحد الانتفاخ في العضلة ديال القلب كتقدر تدير لهم مشاكل كتقدر توصلت السكتة قلبية نعم لي كيكون عندهم واحد العضلة كبير عند السنك ديالها غليد وكتكون تهي مرض بوحده كيقدر انسجاج سبورتيف اللي ما كانش عارف راسو بيننا ور عنده العضلة ديال قلب سميكا كيقدر يدير مجهود كبير وكيتوقف لي العضلة ديال القلب كيتوقف لك هادو كخص تشخيص دياله كتلقي شحم لحاب ديال كورا كقدر يسكوت في الملعب ولكن ديجة كان عنده مرض اللي ما تدوهاش فيه ومع المجهود العضالي كتزيد تنفخ ديك العضلة ديال القلب وكقدروا يقعوا اضطربات في الدقة ديال القلب وكقدر يتوفى في الملعب وش هادو ما كي حتي كنشوفو سفغي مؤخرا يعني كنشوفو بزاف الناس اللي توفو يعني لاعبين في الملعب كنشوفو تمو شجيعين ايضا يحتاهو ما يا كي توفو في المقاهي او غير هادو السمك ديال هادو العضالة هادوش ما كيبانش ما كيعطاش عارض قبل لإنسان يرد لها البال قبل او لكتجي فجاءه ماشي بالضرورة كتبان ماشي بالضرورة كيقدروا يكونوا اضطربات في دقات القلب او مثلا النهجة ممكن تكون نهجة كيتوجه السيد عن الطباب مما لم يكنش النهجة ما عديش تبان يا ريت انا تكون نهجة ويتوجه الإنسان عن الطباب ودفورة كتكون نهجة وما كيمشيف يعني الناس كتليها مثلا بالتعاب انا دت واحد دت واحد لا فوق لا صدري خاصصا في الملسي يكونوا النزلات ديال برضو هادو الفيروسات اللي تكلمتك مغا نخطرش النقطة ديال الفيروسات مني تكلمتي انا كيني بعد الفيروسات اللي ستكون كنقولو احنا يف تصل ديال الشتاء ودل الخريف هو القيسة ديال تعكاتور ديال بزاف ديال الفيروسات تكلمتي ايضا على الكوفيد وكينين فيروسات خرا غنشوفوا العلاقة ديالها بصحة القلب باش الإنسان دائما ينتابه